عدم الثقة بالنفس واحدة من المشكلات اللي ممكن تواجه الإنسان بكتير من مجالات الحياة والأفكار السلبية بشار يعني بتأثر على الشخصية بشكل عام أكيد فاطمة يعني اليوم موضوع الأفكار السلبية ممكن كتير يأثر على مجريات حياتنا اليومية ممكن يوقف عجلة الحياة بالنسبة لنا تطورنا تطور شخصيتنا وتعاملنا مع المحيط الموجودين فيه اليوم رح نتعرف على الطرق اللي بتساعدنا بتعزيز الثقة بالنفس رح نتعرف على التقنيات مهمة وممكن نطبقها بيومنا لنقدر نبدأ بشكل سليم وصحي ومناسب للتعامل مع الأشخاص الآخرين مع مدربة التنمية الذاتية رائدة باكر اللي صارت معنا ضمن السيديو دامسكو لليوم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم ومساء التفاؤل والسعادة والسلام والاطمئنان والتوازن العقلي أهلا وسهلا فيكي أستاذة يعني بداية نحن نحكي عن الأفكار السلبية اللي بتأثر على مجريات حياتنا كيف ننعرفها؟ طبعا الأفكار السلبية هي الأفكار اللي نحن نكتسبها نتيجة الحياة نتيجة المشاكل نتيجة الصدمات نتيجة التوتر النفسي نتيجة البيئة نتيجة الصداقة نتيجة البيئة الأسرية كلها بتعمل عنا مخزون باللاوعي فبتأدي إلى مشاعر سلبية هلأ الدوام السلبية هي ما بالضرورة تكون سلبية ممكن تكون إيجابية كمان لكن الدوام السلبية اللي نحن عم نعيشها هلأ بالوقت الحاضر نتيجة أفكارنا السلبية هالأفكار السلبية هي اللي موجودة رح تعطينا مشاعر سلبية وهالمشاعر السلبية هي بالتالي رح تعطينا سلوك سلبي وبتكون منعكسة على تصرفاتنا وعلى نتائجنا بشكل سلبي كل ياتنا عنا مشاعر سلبية وشي طبيعي يكون عنا مشاعر سلبية لكن لازم نعرف الرسالة من هالمشاعر السلبية ليش نحن عنا هاي الرسالة السلبية؟ ليش عنا هاي المشاعر السلبية؟ مو دائما المشاعر السلبية هي سلبية بحد ذاتها لكن في رسالة لازم توصلنا من هالمشاعر السلبية مثل الوقت أنت بتكون جوعان تروح بتاكل بتكون عطشان تروح تاكل نفس الشيء المشاعر السلبية بيكون في شيء لازم نغيره بأنفسنا من خلال هذه الرسائل السلبية وفهم المؤشر تماما اليوم أستاذي إذا بنا نحكي شوي عن موضوع الثقة بالنفس اليوم في أشخاص منشوف عندهم الثقة بالنفس كبيرة جدا شو اليوم الأسباب التي تدفعنا أو توصلنا لموضوع الثقة بالنفس وإذا بنا نعطي تعريف بسيط الثقة بالنفس هي الإيمان بقدراتك بنفسك بأهدافك بقيمك هو الإيمان بذاته أنا بسمي الثقة بالنفس هو العمود الفقري لشخصية الإنسان بدونه ما حدا بيحترمك إذا أنت ما احترم ذاتك كيف العالم بدا تحترمك سوى على الصعيد الشخصي ولا العملي ولا الاجتماعي ولا الأسري صحيح الثقة بالنفس ممكن تكون ثقة مطلقة ممكن تكون ثقة محددة ما بالضرورة تكون ثقة متكاملة في جانب ما أنت قليل الثقة بنفسك في أشخاص كثير بيبالغوا بالثقة بنفسهم إذا بدنا نقول هل هذا الشيء غلط؟ طبعا هذا الشيء لازم نسيكر عليه؟ طبعا لأنه نحن ثقتنا بنفسنا ما بتوصل لدرجة الأنانية والغطرسة لأنه نحن من فوائد الثقة بالنفس أنك تكون أنت متقبل قادر تحل مشاكلك بنفسك قادر تواجه قادر يكون عندك تحفيز ذاتي قادر أنت تأثر على الآخرين قادر تكون حكيم لكن إذا أنت ما وصلت لهذه المراحل من الثقة بالنفس والابتكار والإبداع ما استفدنا شيء من الثقة بالنفس الثقة بالنفس هي التي تصنع من الفشل نجاح تماما أستاذ اليوم بين الثقة بالنفس وبين الأفكار السلبية دائما يمكن تسيطر علينا موضوع التوتر بحياتنا مع المواقف اللي عم نعيشها مع الحالة العاملة الكوكب يمكن ليس بس بسوريا اليوم موضوع التوتر الدائم كل يوم كل موقف كل تفصيل بين الثقة بالنفس والأفكار السلبية شو دور التوتر اليوم؟ التوتر هو خلينا نقول التوتر هو عدم اتخاذ قرار قيمي تراكمي بيصير عندك توتر هذا التوتر يخلق مشاعر هذه المشاعر ممكن تكون غضب ألم حزن تشاؤم عدم استحقاق اللوم ذنب النفس فبنترجمها نحن بهذه الطريقة نحن شو لازم نعمل؟ ندرك هاي المشاعر نعرف نوعية هذه المشاعر حلل هذه المشاعر وين أنا مشاعري ضعيفة؟ شو السبب أني أنا مشاعري؟ وعاطي هذا الجزء شو بيناسبه؟ شو بيناسبه؟ ممكن يكون نقصني حب ممكن يكون نقصني اهتمام ممكن يكون نقصني استحقاق شوفوا بنفسي مو شوفوا من الخارج ما بيداخلك ينعكس على الخارج فأنا وقت بحدد شعوري ونوعية شعوري وبيتقبله مشان ما يرجع يراودني ياما في ناس ما بتتقبل تهرب تهرب للملذات الحياتية تهرب للملذات السطحية اللي بتروح لأماكن حتى تفرغ هذا هذه الشحنات أو هذه المشاعر المشاعر هي محركة طاقيا أنت بس لقي حالك ذبذباتك طاقية منخفضة عميل على رفعه على صويته ما فيه طرق كتيرة قول لهذه الطرق عميل استرخاء خليه سيستم حياة كل يوم عشر دقائق استرخاء مع نفسك شحان نفسك خود نفس عميق ما في أحلى من النفس أنك تاخد نفس عميق وتكتمه وتخرجه بهدوء لطرد هذا التوتر وهذه المشاعر لأنه إذا أنت كنت متوتر رح يؤثر على حياتك وقراراتك وحياتك رح تكون فاشل بالنهاية هاي الأمور السلبية أستاذة؟ مثل ما ذكرت فيها كتيرة يعني توتر قلق تفكير زائد ممكن يكون شي سلبي على حياتنا كيف فينا نستبدله بأمور إيجابية بدالا؟ تماما حلو كتير هالسؤال وكتير رائع نعمل توكيدات إيجابية بدل ما أنا أعمل إيحاءات إيجابية قوم اكتبع ورقة وحط مقبيلة إيحاءات إيجابية ويا ما في ناس شوفيت بسبب الإيحاءات الإيجابية وقفي على المرأة قولي أنا أستحق أنا روح من روح رب العالمين أنا أستحق الأفضل أنا جميلة أنا أحب ذاتي وذكور اسمك عيش الصورة الذهنية الجميلة عن حياتك تلوق ذبذبات وأفكار الكون رح يساعدك أنك تكون ويشحنك بطاقة الكون تكون في انسجام في تأمل روح الطبيعة عيش في أحلى من الطبيعة انسجام مع الطبيعة مشي حافي معلش لو بدي هلق أنا هيك شوي يعملكون رقوص غني طلع من الحالة راقب أفكارك ما تشحنى في قانون بيقول ما تركز عليه يصبح عليه يعني أنت بحال ألم رح يزداد ألمك أنت بحال حب رح يزداد حبك بعيد عن الأشخاص السلبيين بحياتك وهي أهم شيء بعيد عن الأشخاص السلبيين هدول السلبيين عم يعطوك طاقتهم أنت طلع منهم خلوق لحالك ناس إيجابيين خد منهم هاي الطاقة الإيجابية ما تفكر بالشيء السلبي لأنه كلما فكرت بالسلبي رح تجده بالأكتر ما أنت عقلك اللاواعي مغناطيس برمج عهالك وخصوصا قبل النوم كون سعيد بعدك حضرتك عبد قلي كون سعيد بتفيق سعيد عاطفين مرة ناس كتير بيقولوا لي أنسي رأي ده ليه الطلاب بتحبك لأني أنا بحبهم فأنت مت ما تصدر رح ينعكس عليك أكيد رح ينرد لك صحيح أستاذي رأي ده اليوم بالأشخاص اللي بنصادفهم دائما نسمع مصطلع الشخصية المهزوزة اليوم قديش فرق بينه وبين الشخصية أو الشخصية قليلة تأثيقها بالنفس هل هي نفسها تنطبئ ببعض الأفكار وكيف ينا نطغى أو نخفي إذا بدنا أو نعالج الشخصية المهزوزة هناك فرق طبعا كتير جميل في فرق بين الشخصية المهزوزة والشخصية الغير واسقة هذا إنسان اتكالي الغير الواثق أو المهزوز هذا إنسان واثق هذا ناجح هذا فاشل الإنسان الواثق أو الغير مهزوز بيعتبر الفشل هو خبرة وتجربة بالحياة وبيتعلم منا درس بينما المهزوز بيضع طلوب أي والله الظروف عملت فيني هيك لا الإنسان الواثق من نفسه بيستفيد من أقل الفرص يكون ناجح لإثبات وجوده أصلا لغة جسده بتبين مهزوز من غير المهزوز شي طبيعي صحيح أستاذ قبل الهواء كنا عم نحكي عن تكنيك أو تقنيات ممكن نحن نعزز فيها ثقتنا بنفسنا أو نبني فيها شخصيتنا أو نفتح مداركنا فرر طاقة سلبية فرر هذه الطاقة السلبية كتير حلو في عندي تكنيك عملي في عندي تكنيك نظري تكنيك العملي ممكن أنا وقت لاقي حالي كتير متوترة ومقدراني أضبط حالي ورح أغضب ورح عيد يعني ما علي كسري عيتي ابكي راق بهذا الشعور ممكن تطلر بي على إيدك هون أو هون النبض يعني أو هون أو هون أو بيقون بالأعلى لأنه هون مركز هون المركز أو من قفة إيديك سرحي للمسارات تطلع وتتفتح حتى تضرط هذه الطاقة السلبية أو أمكن أنت تعملي حمام ملحي تعملي استرخاء أو ممكن تسمعي ضجيج حتى يضغي على الفكار اللي هي مأثر عليك وعب تسبب لك هذا التشوش وهذا الوجع اللي أنت جواتك في شغلة لازم نعرفها إذا أنت ما تحررتي من هذه الأفكار السلبية بشكل صحيح لترودك ورح تتكدس بجسمك على شكل أمراض نحن بغنى عنه أنه حرر اطلق هاي المشاعر هي ضيوف لتعلمك شيء أنه لازم تتغيره بحياتك غير كلماتك تتغير حياتك لازم نهيك كلمة أبدا أستاذة يعني كنا عم نحكي عن موضوع شخص بفيق الصباح أنا بلا طاقة بعيدا عن الأمراض الجسدية ما بدي أحكي مع حدا تماما ما بدي أحكي مع حدا ما قادر أحكي كلمة اليوم مع أنه أنا نمت قبل اليوم تمام أموري بالسليم وكان يمكن عندي أشياء بفرح فيها أو مبسوط فيها شو السبب؟ هو نتيجة تراكمات معينة هو نتيجة تراكم هاي الطاقة السلبية بحياته تماما وكيف نقدر نعالزه جميل تماما هلأ نحنا شو بنفكر النوم نجي لنا مية فكرة وفكرة 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 طيب أنا عم فكر بالألم وعم فكر بالحزن شو بتوقع رح فيه؟ رح أجذب وأنا نايمة مغناطيس الأكثر ألما لا لازم قبل منام أعمل استرخاء بسيط وطرد كل هاي الأفكار السلبية وحط محل أفكار إيجابية وبرمج عقلك اللواعي اللا ينام يستطيع أن يغير من خلال التأكدات الإيجابية وإيمانه بربه طيب وين يقيننا؟ وين إيماننا برب العالمين؟ إذا أنا كل فكرة بدا تزعجني وكل فكرة بدا تعملي لا خلي إيمانك برب العالمين قوي كتير وعندك يقين وعندك أن رب العالمين لا في مثل بيقول أو في مقولة بالقرآن الكريم لا يغير الله ما بيقوم إلا ماذا غيرنا ما في أنفسنا فغير ما في نفسك لك نام وأنت حاطة فكرة سلبية رح تجذب السلبيين لحياتك أستاذي في كتير أشخاص في عندهم عملية مقارنة يعني بقارنوا حياتهم بحياة أشخاص تانية بيكونوا مثلا سعادة أو بيكونوا شايفينهم هن من الصورة الخارجية أنه هن مرتاحين فكيف فينا نحنا نعمل سيطرة على أنه نقارن حياتنا بحياة أشخاص تانية الإنسان لازم ما يقارن حاله مع حدا المقارنة بتضعف نحنا خليقة رب العالمين وقت أنا عم بقارن حالي بشخص تاني عم قلل من قيمتي الشخصية والذاتية اللي لازم تقارن حالك فيه هو أنت وين كنت وين صرت وين بدك تصير وقت أنا بقارن هذا غني وهذا فقير وهذا حلو وهذا بشع بطبيعة الحال أنت عم بتقلل من قيمتك لا المقارنة تكون بالمقارنة الإيجابية لازم أنا قارن نفسي وين رحكون بعد كام يوم وين كنت وين صرت فهذه المقارنة هي بحق ضعف مع الذات يعني بالدقائق الأخيرة أستاذي اليوم ثقافة تعزيز أثيقة بالنفس أو المعالجة النفسية من الموجودة عند الكل اليوم التوجه للطبيب النفسي بشكل مشكلة عند البعض أنا ما بروح عند الطبيب نفسي ما فيني شي ما أنا ممكن يكون أطعب مرحلة بحاجة لهذه الزيارة اليوم أو خبير أسري تماما أو حتى الخبراء الأسريين أداش اليوم دور الخبراء أو الأطباء النفسيين بهذا الموضوع بأثر أو كيف ممكن نحن نعالج موضوع أثيقة بالنفس تماما نحن وقت مناخد تقنيات كثيرة وما مشيت معنا لازم الإنسان أكيد يروح لعا الدكتور نفساني ليحدد نقاط قوته ونقاط ضعفه فيه نقاط ضعف منشتغل عليها ومنطوره فيه نقاط قوة كمان منزيدها نحن وقت منحسن صورة ذهنية أنا والدكتور أو أي إنسان خبير صورة ذهنية الذاتية وهي بعدها حضرتك عابتقول والمقارنة لازم نحن نحاول قدر الإمكان نطلعه من البيئة اللي هي موجودة سواء أنا ولا أي دكتور تاني بيكون في عنده معاناة حقيقية داخلية بعقله الباطن موجودة وبعدها متخزني عنده ومع بيقدر يطلع منا ورح يضل يواجهها طالما موعب إذا رهل عند دكتور أو أحاول يطلع منا أبدا في التقنيات الحديثة وفي شغل إمتن يعني إمتن لو وجود نحن وجود هاي الروح وقت أنا بمتن وبكون بكامل محبة لذاتي صدقني ومع بحط اللوم على حدا أنا رح كون أكيد سعيد وأكيد رح كون بنور رب العالمين منسجمة مع الكون منسجمة مع الطاقة الإيجابية اللي موجودة معي أكيد يعني أستاذي طاقتك اليوم عبيت ستوديو للصراحة ودائما موضوع العمل وقت نعمل اللي علينا والتسليم بالنهاية لرب العالمين يمكن هاي أكثر طريقة مرتاحين فيها نفسية وقت بتقبل ذاتي أنا بكون عم بحترم الروح الموجودة قدامي الموجوح الموجودة بقلبي فهي الطاقة انت بترفعها وانت بتتحكم فيها من خلال أفكارك ومن خلال أهدافك بالحياة ولا بشعب قول الثقة هي أساس الحياة أساس النجاح أساس كل شيء بالحياة كل الشكر لوجودك كل الشكر لوجودك معنا أستاذي وعلى هالطاقة اللي نشرتها مثل معال بشار بالاستيديو أنا كثير سعيدة بهالبسم الحلوى يعطيكم ألف عافية شكرا